الرئيس السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية 80 ألف تركي في سجون أردوغان انتظاراً لمحاكمتهم في الانقلاب المزعوم والسلطات تواصل الاعتقالات الأمم المتحدة تحذر من مجاعات بسبب كورونا وتطلق نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار الحديثة عشرة صباحاً التساعة بتوقيت جرينش مجهس إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية مشدداً على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية مع التأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف وتكثيف كل الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى الرياض لترأس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية وبحسب بيان لوزارة الخارجية سوف تشهد أعمال اللجنة حواراً معمقاً بين البلدين الشقيقين حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المتسارعة في الملفات الإقليمية والدولية وأشارت الخارجية إلى أن الاجتماع يأتي تأكيداً للتضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام فضلاً عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لأفاق أرحب بما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تفاصيل اعتراض دوريات أمن السواحل والحدود القطرية زورقين تابعين لخفر سواحل مملكة البحرين واحتجازهما وتهديدهما باستخدام السلاح الأربعاء الماضي وقالت الداخلية البحرينية في بيانها إن ثلاثة دوريات قطرية احتجزت زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني أثناء عودتهما من تمرين المانع البحري ومنعتهما من الاتصال بغرفة العمليات مشيرة إلى أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية وفقاً للأعراف الدولية واستنكرت الداخلية البحرينية الممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة كما شددت على رفضها ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم وصلت السلطات التركية وعمليات الاعتقال في محاولة الانقلاب المزعوم على أردوغان عام 2016 وبعد أربع سنوات من تلك المحاولة أمرت السلطات التركية باعتقال 82 من أفراد الجيش وتم بناء عليها إطلاق عملية أمنية شملت 39 إقليماً وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين وتحتجز السلطات التركية منذ عام 2016 نحو 80 ألفاً في انتظار محاكمتهم كما عزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم واتردت نحو 20 ألفاً من الخدمة العسكرية أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 62 مليون و840 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم يأتي هذا بينما وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1.464.2 حالة وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021 للتصدي لتدعيات جائحة كوفيد-19 والتي طالت عشرات ملايين الأشخاص بينما تروح في الأفق نظر مجاعات عدة وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة إن تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021 قدر أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام القادم أي بزيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2020 شاهدين كما هذا كل ما لدينا من أخبار وفي النهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكسترانيوز HD هو 12-303 ومعدل الترميز 27-500 ومعامل الاستقطاب أفقي شكرا لك